بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم الاكسل مع خالد شعبان. ان شاء الله في حالة النهاردة هنتعلم دلة مهمة جدا من دول الاكسل وهي دلة سهلة وبسيطة جدا بس هتفرق معنا بشكل كبير. وهي دلة تيكس تسبلت. الدلة دي وظيفتها ايه? الدلة دي وظيفتها ان هي بتقسم خلية او بيانات موجودة خلية لاكتر من خلية بناء على شرطه معين او شروط معينة. يعني ايه? يعني على سبيل المسال لو انا عندي خلية فيها مجموعة اسماء طلاب مثلا. محتاجة اسمهم لي الاسم الاول والاسم التاني والاسم التالت كل اسم يكون بخلية متفارقة. اقدر اعمل الطريقة دي اقدر اعملها عن طريقة دلة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. لو انت اول مرة تزور القناة اشترك معنا وفعل الجرس على كل الاشارات. عشان توصلك الفيديوهات الجديدة وقت تحملها على طول ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو دوس لايك. ولو في اي سؤال اكتبه في التعليقات. ولو انت مشترك معنا من قبل كده اهلا بيك مرة تنة. يلا بينا نعرق ازاي نستخدم الدلة وايه هي الاصدار اللي موجود فيه الدلة وازاي اقدر استخدمها لو هي مش موجودة عندي. اول حاجة الدلة دي ووظفتها ان هي بتفصل بناء على شرط معين. يعني على سبيل المثال عندي مجموعة اسماء سواء طلاب او موظفين وعايز افصل اسم الاول التاني التالت وهكذا. يبقى اول حاجة ادوس يساوي واكتب تيكست سبليت. هلاقي الدلة زهرت معي. ممكن ادوس عليها دبل كليك او ادوس على تاب. هلاقي الدلة فتحت معي الاختيارات. ادوس على اف اكس هنا علشان اعرف ايه هي متطلبات الدلة. اول حاجة تيكست وهي الخلية اللي فيها البيانات اللي انا محتاج افصلها. تاني حاجة وهو الشرط اللي على اساسه هيبتده يفصل. يعني انا ممكن اضيف حرف. يبقى اي حرف هنا حرف دي ومنجرد انه يلاقي حرف دي يبتده يفصل منه. طيب انا محتاج افصل هنا بايه? يعني انا محتاج افصل هنا بايه? هنا بالطبيعي او البديهي في كل الاسماء بيكون الفايصل بين كل اسم والتاني هو المسافة. يبقى انا هضيف هنا مسافة. وابتدي ادوس على اوكي. هلاحظ ان هو هنا فصل الاسم الاول التاني التالت وهكزا. طيب الطريقة دي في اللغة العربية والانجليزية سواء نقص الطريقة بمجرد ان هو هيلاحظ وجود مسافة هيبتدي يفصل الاسم عن بعضه. حتى لو انت كاتب مثلا عبدالرحمن وبدون مسافة هيعتبره اسم واحد. لكن لو كتبت مسافة او ضفت مسافة بعد عبدالرحمن او بعد عبد. هيبتدي يفصلهم عن بعض. لازم تكون حريص في استخدام الدلة دي. تاني حاجة الدلة دي موجودة في موجودة في الاصدار الانلاين. وكمان موجودة على اصدار اوفيس تلتمية خمسة وستين. طيب الدلة دي لو مش موجودة عندي هتدخل على الاصدار الانلاين وتسجل بالاكونت الطبيعي العادي بتاعك. وتبتدي تستخدم الدلة وتقدر بعد ما تستخدم الدلة تسحب الملف تعمله تنزيل او تعمله اه من على الموقع وتبتدي تستخدم الداتا بالطريقة العادية. لكن للاسف الدلة لسه مش موجودة في بعض الاصدارات الكتيرة هي حاليا موجودة في الاصدار اوفيس تلتمية خمسة وستين. وعلى اصدار الانلاين هتلاقيها على النسخة المجانية. جرب الدلة وابتدي استخدمها هتلاحز ان الدلة سهلة وبسيطة.